أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بعالم الكروشي مع سلام وصلنا للجزء الأخير الرابع والأخير من عمل القطة للكروشي في هذا الجزء بدنا نجمع جميع الأجزاء اللي اشتغلناها بدنا نخيطها ونوصلها مع بعض بالإضافة بدنا نشتغل طلق للقطة الحزام الموجود على رقبة القطة الأدوات اللي راح نستخدمها هي بدنا قبر قبرت تنظيف كروشي أو ممكن قبرة عادية أنا ما عندي قبرت تنظيف كروشي راح استخدم قبرة عادية بس وقت الشغل راح استخدم الطرف الخلفي للقبرة كمان راح يلزمني قبر عادية قبر خياطة تسبيت لشان نسبت فيها القطعة قبل ما خيطها لاني كتير ضروري انه سبت القطعة وطلع اذا كان مكانة مناسب قبل ما خيط وسبت بشكل نهايي قبل ما هسبت بالخيط اصدقائي تابعوا الفيديو بدقة انتبهوا على جميع الملاحظات اللي راح اعطيها لا تستعجلوا بالخياط اشتغلوا شوي شوي مشان ما يضيع التعب قبل ما نبتدي بالشغل اللي ما اشترك بالقناة بحبي اشترك بالقناة فعل زر الجرس ليصلكون كل جديد ومميز من عالم الكروشي مع سلام ولا تنسوا تضغطوا لايك ويلا فينا لنكمل شغل قططنا الحلو راح اتدي هون بتسبيت القدمين هون عندي انا دائرة مكان ما ختمت بعدها اذا اعتبرت هذا الدور الاول ثاني ثالث الرابع عند الرابع انا بدي حط وسبت بدبابيس تقريبا بين القدمين وعلى نفس الدائرة بدي حط القدم الثاني بترك مثلا واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست غرزات وبسبت الثاني بالنسبة لتموضع الطرف الثاني من القدم هاد الامر بدي يرجع لالكن بالموازنة يعني انا هون بسبت بدبابيس بسبت باكتر من دبوس وبطلع على القطعة كيف مثل الصور ومثل ما هي انا بدي اياها ابتدي بالتسبيت لا شايفي انا في اختلاف ووضعيتها مهي مناسبة بهذا الشكل رح طلع عليها انا ممكن جلس القطعة جلسها وطلع عليها مثلا هون هذا القدم هاي ممتازة بس هذا الطرف انا شايفته انه فيه شوي طالع القدم لبرا فانا ممكن ميل حتى دخلها لجوه رح اسحب الخيط هاد رح خليه برا هذا الدبوس بحافظ عليه لانه هو انا عادة لأدوار ومثبته بدي يكون موازي لهون موازي لهي القدم فهيك وبسبت بسبت وبرجع بتأكد انه شغلي صح بعد ما اتأكد انه الشغل صار صح بضم الابرة بالخيط وببتدي بالخياط برأيي هيك صارت تمام بعد ما اتأكدت انا الوضع اللي انا مسبته بالدبابيس رح ابتدي بالخياط ابتدي بالخياط طبعا بدي يدخل بالغرزات اللي تحت الغرزة تماما بدي شت الخيط بهذا الشكل بدخل بالغرزة اللي تحت تماما تماما لحتى قدر استحكم انا بعد ما ادخل بطلع بأي غرزة كانت بأي غرزة كانت ما بتفرق حتى وان كانت بعيدة برجع من نفس الغرزة اللي انا طلعت منه برجع بدخل فيها مرة تانية وبطلع بالغرزة القريبة مكان ما انا بدي خيط برجع بفوت بالغرزة المقابلة بالقدم من الجسم للقدم كمان بعد ما دخلت فيها كمان بطلع بأي غرزة كانت ما بتفرق انا طلعت هون من هاي الغرزة برجع بفوت فيها نفسه وبطلع بالغرزة المقابلة للاجر مكان ما انا عم بخيط مكان ما انا وصلت هذا غرزات مشي حالة رح ارجع بفوت بهاي عشانا ما عم بستحكم من اتجاه الكاميرا فتت انا بطلع من هون بدخل هون بطلع هون بدخل هون بهذا الشكل تلاحظوا كيفي الأبرة اللي انا عم بستخدم مهي ما هي أبرة كروشي أبرة عادية بس أنا بستخدم الطرف الخلفي للأبرة برجع من نفس المكان اللي أنا طلعت منه لأقرب غرزة أنا بدي خيط فيها هون لغرزة بعيدة شوي رح اطلع باللي قريبة منها تمام هاي آخر دبوز شلته وآخر قطبة هون من الإجر رح فوت فيها ونزل باللي تحتها تمام رح اطلع بعيد شوي وشوف كيف التثبيت انا ما بحبة تكون بهذا الشكل لذلك لح فوت هون بالدور اللي تحتها مباشرة وباخد بدخل بهي الغرزة كمان مقابلة لاحظوا كيف وبسحبها وارجع بطلع عند الطرف هيك سبتها وهون باخد كمان غرزة عند الطرف هلا بدي اعقد الخيط بعده بدي دخل وطالعوا بأي مكان بالدمية بس لا اخفي الطرف نهاية الخيط وبقص 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 هيك قدمين الدمية صاروا تمام بدي سبت بعدها اليدين بالنسبة لتركيب الدنب بركب الدنب بطريقة موازية للقدمين حتى ممكن انا بخلي الدمية بشكلها جالس وهي قاعدة وبحدد مكان الدنب بحيث يكون موازي وانه بساعد الدمية على الجلوس طبعا الدنب بدي ركبه بشكله دائري تلمانكم لاحظين ما بتنيه ما بسكره وانما بشكله دائري سبتته انا بدبابيس تمام حطيت الدمية بشكلها جالس وهي قاعدة بعدين طلعت هل انه مكانه مناسب تمام فانا جاهزة حتى سبته تسبيت مثل طريق تسبيت اليدين والرجلين مثل تسبيت الانف نفس الطريقة تماما بدخل بالخيط هذا الخيط الباقي من تركيب الدنب اللي انا مستخدمته في تركيب الدنب بدخل الغرزات اللي تحته بطلع بين الجنب او ممكن اطلع بمكان ابعاد وركب وارجع بدخل بالغرزة الدنب وزات الطريقة انا هون رح اطلع مثلا مكان بعيد ايك وبرجع وقتل بطلع مكان بعيد برجع برجوع من نفس الغرزة تماما مشا ما يبقى لأسر ما بتركها وبرجع بدخل بالغرزة بهاي الطريقة بدي اشتغل دائر الدنب كاملا بالنسبة لتركيب اليدين اولا الامر بيتمدع الموازنة انا بعد ما حطيت ركبت القدمين وسبتتن بركب اليدين وبرائب انه انا مكان اللي انا حطيته هو صح هو متناسق تماما اليد بتنحط انا هون عندي الرقبة تمام هاي الرقبة فهذا اول دور الثاني الثالث الرابع الخامس عند السادس هون واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة عند الفتحة السادسة عند الغرزة السادسة على نفس المستوى بدي ركب اليد الثانية تمام بتباعد تقريبا بيناتهم اذا عدينا اذا انها الغرزة الاولى واحد نين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية عند التاسعة بدي ركب بهذا التباعد وبميل بشكل ميل هذا هو الدور اللي انا عم ركب عليه الغرزة الاولى ثانية الثالث الرابع الخامس اخر طرف عند الدور الخامس بهذا الشكل الميل الامر بيعتمد عن نظر اولا واخيرا انا بسبب الدبابيس بهذا الشكل وبحط قطعتي وبطلع هذا هو الشكل اللي انا بدي هذا هو الشكل اللي انا حاببته وبنتبه كتير منيح انه تكون هاي الكرة بهذا الشكل القدمين نحنا عملناهم بهذا الشكل يكونوا هدا هي الجهة الامامية بهذا الطريقة بعد ما انا اتأكد انه انا شغلي صح ببتدي بالتسبيت والخياط ضميت الابرة ورح اشتغل بالطرف الخلف للابرة احتمعها زي الخيط طبعا بدي ادخل بدي وازن اطلع من هون بدخل الغرزة اللي موازيتة تمام اللي مقابيلة تمام برجع باخد الغرزة الفؤانية هو مو طرفين بدي ااخد الطرف العلوي انا هو اللي بدي يشده فيني اطلع باي مكان حتى استحكم بالشغل اطلعت هون بهاي الغرزة برجع بفوت فيها نفس حتى ما تبقى وبطلع بالغرزة اللي انا بدي رح سحب الدبوس واشتغل هاي غرزة الزاوية وارجع اطلع لان احنا بدأينا من النص رح ارجع اطلع بغرزة موازية للمكان اللي أنا بدي سبته برجع باخد هون الخيط بهاد الشكل باخد الطرف العلوي من اليد كمان بطلع اذا ما بستحكم انه اطلع بالغرزة مباشرة اللي جنبها مباشر او الغرزة اللي انا بديها مباشر بطلع بمكان بعيد وبرجع رح رح شيل هدول وبرجع بدخل هون كمان رح اطلع مكان بعيد شوي وطلع كيف صار الشغل وقارن بقي عندي هذا الطرف كمان بدي خيطه لحظوا معي هذا الجزء ما فيه حشو هذا الجزء العلوي الربع العلوي هذا الادوار اللي هون ما فيها حشو ابدا لو فيها حشو ما بتعطيني هذا الشكل اللي انا بديه طبعا من الغرزة اللي انا طلعت منه رح ارجع لهون لتحت اليد مباشرة مشان نخيط هاي الغرز بدخل بالغرزة بطلع من اللي جنبها وبرجع بدخل هون رح بالاول اللي هتكون الغرز عريضة ما رح اسحبها برجع كمان باللي فوق اللحظين كيف هلا بنزلة هادي الشكل وبسحب الغرز بشدة هيك صارت تمام هون لحتى سبت بدي سبت بس هاي الزاوية وبعد اعقد الخيط بس هاي الغرزة هون اللي بالزاوية رح ااخدها لاني كتير مهم هاي الغرزة هاي الزاوية هون باخدها بطلع تحت اليد بتأكد اللي تعبناه بالشغل كله من شوهه اذا ما كان التركيب صحيح ديروا بالكن هلا بطلع بأي نقطة بس حتى اخفي نهاية الخيط وقصه هيك عندي اليد صارت جاهزة هون بيجي الطوق اللي بدي يحطه أنا فبيغطي هاي المنطقة رح سبت اليد التانية بنفس الطريقة بالنسبة لتركيب الاذنين الاذنتين نفس الطريقة تماما بنفس الاسلوب بدي اقارن اوازن حط ببيس اتأكد انه انا شغلي صح وبعد اركب انا هون في عندي الدائرة لاحظوا معي موضع الاذنين هاي هي الدائرة الاساسية اللي نحط دينا فيها الشغل كان واحد بعد الدائرة الدور الاول ثاني ثالث الرابع عند الدور الخامس وبما يوازي في الطرف الثاني فاذا حطيت انا خط بهذا الشكل بدي يكون الاذنتين بسبت بعد بضم الابرة بالخيط وبشتغل دائر الاذن نفس الطريقة تماما بدي ادخل من الغرزة من طرف الغرزة وبدخل بالدمية ما بقدر اطلع بالغرزة اللي جنبها بطلع بمكان بعيد وبرجع برجوع من نفس الغرزة لنفس لنفس المكان بهذا الشكل كتير مهم مكان الاذنتين لحتى توازن احنا هون الرأس عاملينه بهذا الشكل حتى ياخد الاذنتين هي اللي بتكمل هي اللي بتعطي شكله شايفين كيف وازنت شكل الرأس قبل ما ركب الانف لازم طرز للانف بدي طرز الانف بدي طرز انا بلون فوشية باعتبار القطة زهر ما بدي حط لون اسود بداية التطريز هاي الدائرة الرئيسية حاول اعمل زوم ركز زوم شان تكون الشغل واضح هاي الدائرة الرئيسية بترك الخط اللي فوق وبطلع علي فوق تمام تمام هون رح اطلع انا من غرز بهذا الشكل سحبت الخيط ترك طرف تحت سبت باصبعتي من هي الجهة مسكت باصبعتي هلأ هون بترك الغرز اللي فوق الدرب اللي فوق واطلع علي بعد ما اللي فوق هون عندي الغرز اللي فوق واللي جنب واللي جنب ثلاث بدي عبي هذا المسلس هذا المسلس بدي تم عبي لحتى تمتلي كل الفراغات موسيقى 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 لاحظتم معي كيف ما بقي عندي فراغات الانف تعبى تماما هلأ من عندي الفتحة رئيسية هون بدي اطلع وادخل هون بدي اعمل خط تحت بهذا الشكل ممكن كرروا مرتين بهذا الشكل الانف صار جاهز للتركيب بربط طرفين الخيط طرف الخيط الأول مع البقيان عندي وبسب بقص الخيط وبخيط بهذا الشكل صار الانف جاهز بعد ما طرست الانف صار جاهز للتركيب أنا بشكل انه الامر بيرجع طبعا لموازنتكن انتو ولنظرتكن انتو ركبته تقريبا لحطه طبعا في المنتصف في المنتصف الدنيا بحيث انه يكون الانف في المنتصف تماما أنا هون الخط الزهري مديته لتحت شوي كمان حسيت انه هيك بطلع اجمل واحلى اذا عديت الدوائر هاي من عند هذا الدور الاول ثاني ثالث الرابع خامس ساد السابع الثامن التاسع العاشر اداعش اتناعش تلاتعش اربطعش خمستعش الانف تحت الدور الخمستعش هون بقي الخيط اللي بقيان عندي طرف الخيط بدي ابتدي ركب فيه هون عندي انا نهاية الغرزة فهون بدي ادخل جنبه تمام بطلع بمكان بعيد لحتى در وازن الشغل بنفس فكرة طريقة التركيب وبنفس الاسلوب بدي اشتغل من بعيد برجع بدخل تمام وبطلع بمكان قريب من الانف هيك هاي هحشيل اول دبوس وابتدي ركب اذا بقدر اطلع بالغرزة اللي انا بديها مباشرة بيكون تمام لا ما بقدر بطلع مكان بعيد طالع بمكان بعيد وبرجع برجع لنفس المكان اللي بديه هلا انا رح اشتغل هيك شكل دائر لما اصل قبل للنهاية بشوي بدي حط شوية حشوة شي خفيف كتير كتير قليل بس شان الانف ما يتم ينطعج معي تم بسحب الدبابيس وبكمل شغل ننتبه كتير مزبوط على مكان الانف طريقة التركيب لان هي اللي بتعطي الملامح للوش اذا ما تركبت بطريقة صح بيكون انا خربت شغلي اذا ما عطتني الملامح الصح بيكون انا خربت شغلي هزالك لا تستعجله بالتركيب حط بدبابيس بقارن بقارن بالصورة الاساسية اللي انا عم بشتغل عليها بالموديل اللي انا اخذ منه تم برجع للصور بقي عندي بس جزء بسيط فانا رح شيل الدبابيس زينكيب بقي عندي هذا الجزء هون رح حط فيها الحشوة مثل ما قالت لكم ما بدي كمية كبيرة وانما الشيء بس يساعدني من يعطي شكل للأنف بعد بكمل حرجع دبابيس لاني اسناء الشغل ممكن يتغير معي مكان الخياط ما بدي أرجع عني المشاكل شكرا شكرا وهون النهاية رح اطلع بقي مكان وقص الخيط طبعا أنا عقضت بعد بص وهيك صار الأنف جاهز لأركب العيون العيون بتكون نفس هذا الخط الخمستعش اللي نحنا تحته ركبنا الأنف هون بدي تكون العيون في هذا المكان بدي تكون العيون ما بصير ركبة أعلى لأ على هذا الخط بدي ركب العيون أصدقائي بما يخص ملحظات تركيب العيون أنا هون هبستخدم هاي العيون الآمنة اللي هي بتكون بهذا الشكل ما بحط أنا ممكن تركب أثناء الشغل بس أنا ما بفضل هذا الشي أنا بحط عليها شيء من الصمغ أو أي لاصق وبعدها بركبة بالمكان اللي بكون أنا مختارته ومحددته بفضل أختار مكان العيون بعد الشغل لأن منظر العيون كتير بيغير بشكل الدمية مكان العيون كتير بيغير بشكل الدمية برجع بقلكم مكان العيون هذا الخط الخمستاش اللي نحن حددنا اللي هو فوق الأنف هو اللي بده يجي عليه العيون بشكل متوازي بين العينتين في حوالي تسع غرزات أنا بحط العيون قبل ما ركب بشكل نهاي بحط العيون وبطلع على شكل الدمية شفت الشكل مناسب سبت شفت غير مناسب بغير بتم بنقل مكان العيون لحتى شوف انه هن نصار بالمكان المناسب واللي أعطى الشكل الحلو والمحبب للدمية لا تستهجلي بتركيب العيون أبدا 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 يعني أكتر شيء بيعطي جمالية للدمية هن العينتين هن أكتر الشيء بيعطي جمالية لدميتك وبيعطيها النظرة المحببة بعدها بدي جي أنا لتركيب بدي طرز الرموش تمام أنا بجيب الخيط الأسود بدي ادخل مثلا من هون بعيد شوي تمام دخلت الخيط هون بدي اطلع من طرف العين تماما الغرزة اللي جنب العين تماما أو حتى ممكن تحت العين ما في اشكال هاي هاي الاشكال لدي انه تطلع معي شيء من الحشوة غرزة تنتين أو حسب طول الرمش اللي انت بدك يا تمام بطلع هاي الرمش الاوسط بدي اعمل الرمش التاني بدي اطلع من الغرزة اللي فوق تمام هيك برجع عن نفس الغرزة اللي انا دخلت فيها وبرجع بنزل كمان للرمش التالت رح ادخل بنفس الغرزة وبعد بطلع بنفس الغرزة اللي انا دخلت من ها بدي اطلع فيها نفس لاحظت معي كيف ثلاث تشعبات حاب الرمش تكون اطول حاب بدي هن يكون اعلى هاد الامر بيرجع لك انتي كيف بتفضلي منظر رمش العين ممكن تنعمل مساء الرمش من هون الاول الثاني الثالث ممكن لأ حطهم على الاطراف ممكن انا هون اذا في عندك اسلاك سود او اي شيء اضيف للشوارب بس باعتبار انتي تقطوطة انسة ما بدي حط لها شوارب هادو الطرفين بدي اقعد بدي اصحب بهذا الشكل برجع بدخل الابرة من نفس الغرزة بدي اسحب هاي العقد بدي اسحب لجوه فانا بدخل بنفس الغرزة بطلع بأي مكان نفس الغرزة تماما بدخل هيك سحبت للداخل هقص هادو البار سحبت اختفت نفس الشكل رح اعمال الطرف التاني دمتي دمتي تقريبا صارت جاسة دمي بشكل كامل صارت جاسة بدنا نشتغل الطوق انا الطوق فيكن تشتغلوه باللون اللي انتو بتحبوه انا بدي اعمله باللون الاصفر كيف بعمل الطوق بعمل حلقة سحرية تمام خيط على شكل دائرة من داخل الدائرة بسحب الخيط اول مرة وتاني مرة بعد من داخل بدي اشتغل فيها ست غرزات حشو هاي الغرزة الاولى وهي التانية تالتة الرابعة الخامسة وهي الغرزة السادسة تمام بدي حط علامة الغرزة السادسة بعد بسحب الخيط بسكر الدائرة الدور الثاني بدي اشتغل غرزة حشو غرزة تزايد الاولى فيها غرزة حشو اسحب الغرزة شوي الاولى فيها غرزة حشو التانية فيها تزايد هاي واحد واثنين حاول لما اشتغل يكون شغلي هيك هم بقول تمام بنرجى غرزة حشو اللي بعدها تزايد غرزتين واحد واثنين اللي بعدها غرزة حشو اللي بعدها اللي هي غرزة العلامة بدي اعمل فيها تزايد هاي واحد هاي اتنين الدور انتهى عندي بتسع غرزات صراحة انا هون ما بحط علامة ما بحط علامة بصير بيشتغل لاني بدي اصير اشتغل ادوار ثابتة يعني بدي صير لف الشغل حتى صير عندي مثل شكل الانبوب هو شكل الشريط الشريطة انا ما بدي اعمالها بغرزة بطاق واحد وانما على طاقين هاي بصير على شكل الكمر او الشريط انا شغلي اساسا هو شغل اللولابي تمام بعد ما تشتغلوا عدد الادوار بتلاحظوا كيف الشكل اللي عم بطلع معكن بدي تم اشتغل بقيس على رقبة دميتي حتى اصل للطول العرض او الطول اللي انا بدي اشتغل انا عدد الادوار الثابت بورجع ورجي كيف النتيجة عم تطلع بس بحاول ان تكون شوية الغرزات مشدودة النتيجة هيك رح تطلع وانا قط لعما اشتغل عما اشتغل بشكل دائري بس قط التركيب رح اعمله على شكل شريط بدي تم اشتغل ادوار لحتى مقيس على رائبة القطة عندي هي قطتي بدي تم ايس لحتى تصير على مقاس القطة تماما لاحظوا معي انا كيف لسا في عندي هاد الماء وقت اللي بدي اصل انا بخيط الطرفين خياط فيكن تزينوها بالشكل اللي انتو بتحبو طبعا فيكن تحطوا الاكسسوار اللي انتو بتحبو بتحبو تحطو وردة بتحبو تحطو تعلقو جرس بتحبو تحطو على شكل قفل باي شكل انتو بتحبو ممكن يتركب انا رح كمل كمل شغلي بالدنب لحتى اصل لطول اللي انا بحتاجه بالنسبة اللي انا وصلت للطول اللي بدي من الشريطة تمام فيك تعملي انتو اطول وتسبتي بهذا الشكل بتسبتي بهذا الموديل على شكل حزام مثلا وهون في بعض الصبايا هون بيعلقوا جرس او بيعلقوا مثلا شيء صغير او اي اكسسوار بيحبو فيك لأ بخيطي مع بعض توصلي مع بعض بهذا الشكل مثلا انا رح اعمل رح ركب انا وردة فيك انتو تعملي بالشكل انتو بتحبي تحطي لمزك الخاص عليه اما بالنسبة للي انا هذا الطول مناسب تماما على قد رقبة دميتي بهذا الشكل انا رح سبته بهذا الشكل رح خيطه عادي رح اوصل للطرفين خياط عادي ما فيو شي وهيك اصدقائي تهيت من عمل القطة بالكروشي مثل ما انتو شايفين بكل تفاصيل بكل جمال بكل اناقطة وترتيبة بالنسبة للوردة انا رح نزل فيديو منفصل لطريقة عمل هاي الوردة مثل ما قالنا انتو فيكن تزينوها بالشكل اللي انتو بتحبو فيكن تحطو الاكسسوار اللي بناسب فيكن تزبطوها بالشكل اللي انتو تحطو للمست الخاصة وهيك كون انتهى الجزء الاخير من عمل القطة بتمنى يكون العمل الواضح بتمنى تحصلوا على نتائج جميلة مثل اللي انا حصلت عليها اي سؤال او استفسار انا جاهزة للاجابة قبل ما انهي الفيديو اللي ما اشترك بالقناة لا ينسى يشترك بالقناة فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد مميز من عالم الكروشي مع سلام ولا تنسوا تضغطوا لايك وإلى اللقاء